اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوحات التنظيمية المقصود فيها ان هي تنظم السير في الطريق وهي تجي نوعين نوع بهالطريقة خلفية بيضة ودائرة حمرة ونوع اخر ايضا يجي ارضية او خلفية زرقة والاشارة فيها بيضة الاشارات التنظيمية دي بعضها يجي لو خالفت عليها مخالفة وبعضها فقط توجيه وارشاد وتنظيم لو خالفت ما عليك مخالفة طيب خلنا نلقي نظرة سريعة بشرح لكم اللي ممكن تواجهونها في الطريق واللي احتمل انكم ما تعرفون معنوها يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الحين اولا واحد ذي طبعا مثل ما تعرفون هذي طبعا ويقصد فيها اللي هي السرعة اذا شفته في الطريق مكتوب 125 او 140 او او السرعة القصوى يعني يقول لك اذا تخطيت ذلك عليك مخالفة بعض الطرق مسموح انك تعدي او تمشي زيادة 10% عن السرعة القصوى وبعضها لا يصورك نجي حق لوحة تقف وهذه عادة توضع في رأس الشارع لوحة تقف لو خالفتها ما وقفت ومشيت ما عليك مخالفة لكن لا سمح الله في حالة الحوادث ما وقفت ما اعطت الاولوية راح يكون عليك جزء من الخطأ او كل الخطأ وهذا طبعا معروفة ممنوع الدخول للدراجات النارية وهذا ممنوع الدخول ممنوع الدخول هنا اللي هو ممكن يكون ممنوع الدخول في هالشارع اما يكون عكس سير او يكون اصلا ممنوع دخول السيرات فيه او ممنوع دخولك فيه فاذا كان عكس السير ومخالفتها تصل الى 3-3 ريال وشركات التأمين تقولك لا تشمل الحوادث اللي تقع بموجة بعكس السير وهذا طبعا واضح ممنوع دخول المقطورات وذي كذلك ممنوع دخول السيرات الشحن اللي اكثر من طنين طيب خلونا نكمل طيب نجي حقها العلامة ممنوع دخول المركبات على الدراجات النارية لما نشوفون ذي يعني ممنوع دخول السيرات وهذه العكس ممنوع دخول الدراجات النارية قد يكون تواجهون ذي في بعض ممكن في اوروبا وهذا طبعا العربات اللي دفعونها ذي ايضا ممنوع دخول فيها هذا طبعا كما تشوفون وعندكم ممنوع دخول العربيات الحيوانات هذه قد تجدون في بعض الماكن السياحية هنا وذي ممكن قليل تواجهونها اللي هو ممنوع دخول المرشاة أوكي طيب طيب هذا ايضا غالبا تتعلق بالسيرات الشاحنات اللي هو ما تكون عرضها اكثر من مترين وهذا واضح ممنوع دخول ذليه اللي هو السيارة والحيوانات والسيكل هذا اللي ذي النعم هالعلامة ذي ممنوع الاتجاه لليسار لو اتجهت على اليسار ممكن يكون عليك مخالفة ولو سويت حادث تتحمل المسؤولية هذا من عند دخول مركبات وهذا ذي ممنوع دخول الاتجاه الايمن مثل العكس الايسار هذا ايضا تتعلق بالشاحنات لازم ما تكون الشاحنة ارتفاعها اكثر من ثلاث متر لان بعض الكبارة او الممرات ما يسمح انك تدخل بارتفاع اطول طيب هذا نجي ذي ايضا نفس الحكاية اقصى طول للسيارة 12 متر ذي تعلق بالشاحنات عندنا ذي طبعا اللي هي الافضلية هذا اشرح لكم اياه الافضلية لليسار الافضلية للسيارة القادمة من الجهة المقابلة لو صار هنا عملية افضلية لخروج او دخول فهنا يقول لك الافضلية مبلك السيارة اللي جاي في وجهك له الافضلية اللي بالاسود له الافضلية في المرور قد تجدونه ذي في الاماكن الضيقة وفي الاماكن الجبالية وهذا واضحة طبعا اغلب شي تتعلق بالشاحنات هذه ايضا ذي ممنوع تجاوز سيارات النقل طيب هنا ايضا عندك ممنوع الالتفاع في الخلف اللي هو اليوتيرن هذا لو لو سويت يوتيرن فيها اللوحة عليك مخالفة ايضا لو سويت يوتير وسويت حادث لا سمح الله انت الخطأ عليك مئة في المئة طيب هذا طبعا مثلا تشوفونا معلونة في جمارك هنا عندكم طبعا نهاية ممنوع التجاوز لسيارات النقل سيارات النقل احيانا يسمح لهم بالتجاوز العلامة ذي تعني انه نهاية التجاوز بعد ذلك يعني بعد هاللوحة ممنوع انه يتجاوز ذي طبعا ما عنده خلش جاوحيات معروفة هذه ممنوع استعمال المنبه هذا تنتظى عند المستشفيات والاماق المعينة ومخالفتها عليها مخالفة اعتقد انكم مئة ريال طيب نتجي حق ذي ذي نهاية ممنوع التجاوز قد صادف حيان طريق خطوط الارض بعدين منشرحها ممنوع التجاوز اذا وجدت هاللوحة ذي يقولك من بعد هاللوحة يسمح لك بالتجاوز ذي ايضا مهمة عادة تلاقون في الطرق او الشوارع اللي رايح جاي في بعض البلدان او حتى عندنا في السعودية ممنوع التجاوز ممنوع التجاوز طيب نكمل معاكم هنا طبعا نهاية منطقة الممنوعات قد يكون لك منطقة ممنوعة وهذا العلامة من بعد هالعلامة مسموح هنا ايضا ممنوع المرور في الاتجاهين الطريق مغلق ها هذه غالبا تلاقونها عند المجمعات تنزيل عوال يعني ممنوع الوقوف والانتظار كليا وهذا ايضا ممنوع الوقوف هذا ممنوع مرحيوانات نهاية حدود السرعة يعني لو مكتوبة هنا مثلا حدك سرعتك مية وبعدين شفتها اللوحة يعني يقولك لا خلاص انطلق اكثر ما لم يكن هناك علامة اخرى تحد من سرعتك هذي شرحت السابقة ممنوع الانتظار في الايام الفردية الايام الفردية اللي ممكن تكون ايام فردية اللي هو يوم تاريخ ثلاثة تاريخ خمسة تاريخ ستة غلينزي لا عفوا تاريخ خمسة تاريخ سبعة تاريخ تسعة تاريخ احد عشر الارقام اللي ما تقسم وهنا ادنى حد للسرعة ممكن بعض الاخوات تمشي سرعة مثلا عشرة عشرين تعرق للسرعة لا اقل من هال خمسة تاريخ مخالفة هنا ايضا نهاية حد السرعة واضحة هنا ممنوع الانتظار لا ايام الازدواجية عكس الفردية ممنوع الانتظار هنا في الايام اللي هي يوم اثنين اربعة ستة ثمانية وهكذا ممنوع من رسل القاطرة اوكي ممنوع اها هنا المتعلقة بالمسافة الامنة اقل مسافة بين سيارتين خمسين متر اقل من ذلك يعتبر مخالفة بذلك تقريبا نكون احنا انتهينا من الجزء الاول من اللوحات الارشادية نلتقيكم ان شاء الله في الجزء الثاني راح نشرح لكم اللي هو العلامات الثانية